أهلا بكم جديد إلى ملفات دعا مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي له اليوم إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة مطالبا أيضا بهدنات أو هدنات إنسانية لإغاثة السكان في القطاع وصدر البيان الرئاسي المقتضب بعد أربع ساعات من المشاورات المغلقة من دون أن يتضمن أي إشارة إلى تعرض مدرسة للأمم المتحدة في غزة لقصف الأربعاء بعدما لجأ إليها مدنيون فلسطينيون وأعلن السيد زيادة النخال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن الحركة لن توقف إطلاق النار حتى تتأكد من تنفيذ كافة مطالب المقاومة وأضاف أن هناك توافقا على تشكيل وفد فلسطيني ولكن لم يتم تسمية الوفد الفلسطيني بعد كما لم يحدد موعد سفر هذا الوفد وأيضا شدد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي أن الحركة تسعى إلى إعادة صياغة النسخة المصرية للمبادرة المصرية مشيرا إلى أن الجانب المصري يتجاوب مع ذلك الجانب المصري لحد هذه اللحظة لم يعلن رسميا للوفد الفلسطيني بالذهاب إلى القاهرة والسلطة الفلسطينية لم تتحدث بشكل مباشر أنها قد تلقت دعوة رسمية من السلطات المصرية للتوجه إلى القاهرة نحن مستعدون ونحن لدينا كل الرغبة بالتوجه إلى القاهرة ونحن اعتبرنا منذ اللحظات الأولى أن أي اتفاق لا تكون مصر حاضرة فيه لا يمكن أن ينجح لأننا أول شيء بحكم الجغرات فيها ثانيا لموقع مصر وبالتالي نحن نرحب بالذهاب إلى القاهرة لكن يجب أن يكون فيه هناك دعوة رسمية أولا ولا تكون مشروطة هذه الدعوة بوقف الطاق النار نعم نحن منذ الإعلان الورقة المصرية قلنا بأن وقف اطلاق النار دون الالتزام الإسرائيلي ودون وقف العدوان على شعبنا الفلسطين ودون التعاهد برفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يكون هناك وقف اطلاق النار لأن لدينا تجربة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي كم نكث من العهود في كل الاتفاقيات التي وقعت في السابق وكم الجولات التفاوضية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني ولم تصل إلى ناتجه الذهاب إلى القاهرة الحوار ووضع كل النقاط على الطاولة ونقاشها بشكل موضوعي والإعلان عن توافق بين كافة القوة الفصائل الفلسطينية مع الجانب المصري ومن ثم قبول الإسرائيلي ما تطرحه فصائل مقاومة من خلال جانب مصري عند ذلك يتم الإعلان عن وقف اطلاق النار إذا استجابة الإسرائيلي لمطالب الشعب الفلسطيني نطرح هذا الموضوع للنقاش على السيد رمزي رباح حضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية من رام الله ومع ذلك سوف يلتحق بنا السيد أحمد إبراهيم مساعد مدير المخابرة العسكرية المصرية السابق أرحب بك أولا سيد رمزي رباح هناك حديث يتم عن تشكيل وفد والسيد زيادن خالى نائب الأمين العام بحركة الجهادة الإسلامي قال بأن هناك توافقا بتشكيل هذا الوفد ولكن لم يتم تسمية هذا الوفد ولم يحدد بعد موعد السفر لماذا برأيك هل هناك خلاف فلسطيني فلسطيني؟ يعني أولا هناك ثلاث خطوات أنجزت على المستوى الفلسطيني وأعتقد الوضع الفلسطيني جاهزا للتعاطي مع استحقاق كل ما يتعلق بوقف العدوان وإنهاء الحصار النقطة الأولى تقرر تشكيل الوفد من كل الفصائل الفلسطينية خلافا لما يذكر عن وفد مصغر وثنائي وثلاثي كل الفصائل الفلسطينية يشكلوا الرئيس أبو مازن بمسؤوليته أو بمن ينتدبه النقطة الثانية الوفد الفلسطيني يحمل ورقة فلسطينية موحدة متفق عليها ومناقشة بين الفصائل كلها تربط بالتزامن والترابط ما بين وقف العدوان وفك الحصار وفتح المعابر وموضوع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم والنقطة الثالثة الاتصال مع الإخوة المصريين لإبلاغهم بجاهزية الفلسطينيين واستعدادهم للتوجه في الوقت الذي تطلبه مصر نحن كنا نرى أن الوفد حانى أو ينبغي أن يتشكل بالأسماء وبشكل سريع وأن يكون هناك لقاء مع الإخوة المصريين لتنسيق الموقف الفلسطيني مع الإخوة المصريين فيما يتعلق بالمبادرة وبعض التطويرات أو التعديلات المقترحة عليها فيما يتعلق بضمانات عربية ودولية لإنهاء الحصار وعدم العودة لهذا الحصار كما حصل بالثغرة والخلل في اتفاقية 2012 التي جرى النص عليها بدون ضمانات وهنا نعتقد الإخوة المصريين والفلسطينيين سيكونوا في موقف واحد في مواجهة التعنط والصلف الإسرائيلي الذي يريد كل شيء ولا يريد أن يعترف أي حقوق للفلسطينيين إذن أنتم تحملون مطالب المقاومة وعدنا إلى مطالب الفصائل وحمس دعني أشرك ضيفي السيد أحمد إبراهيم مساعد مدير المخابرات العسكر المصرية السابق ورحب بك مجددا سيد أحمد سبع ضيفي بأنهم شكلوا الوفد وليس خلال فلسطيني فلسطيني هم متفقون على بنود محددة فيها مطالب حماس هل توافق مصر؟ مصر توافق على كل ما يتوافق عليه الشعب الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن وبتشكيل الوفد مصر طول أمرها مصر داعمة ومؤيدة للحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة في حقه في إقامة دولته على أرض فلسطين الجزء الذي أكد عليه في هذا الموضوع أن موضوع المعابر وفتح المعابر وهدف مصر الأساسي هو وقف العدوان الغاشم الإسرائيلي على شعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر وتقديم المعاونات الإنسانية لشعب غزة الشقيق سواء اقتصادية أو نقل الجرحة والمصابين من داخل قطع غزة للعلاج الجزء التي أكد عليها تفضل تفضل الجزء التي أكد عليها أعمالية فتح المعابر لازم تكون فتح المعابر جميع المعابر الموجودة بين قطاع غزة وبين مصر وإسرائيل لأن حجم المساعدات التي تتقدم في هذا التوقيت لن يكون معبر رفع وكرم أبو سالم وحده هو اللي هيكون يسمح بهذا الحجم الكبير من المساعدات ما هي السيناريوهات المحتملة لتحقق وقف لإطلاق النار والهدنة بين الجانبين أهم شرط من هذا الموضوع هو التوافق بين القيادة الفلسطينية في رام الله ومن موجودين على أرض الواقع والمنظمة الفلسطينية اللي موجودة في غزة هذا هو التوافق الحقيقي اللي مصر ممكن تبني بناء عليه وبالتالي الاتصال بالجانب الإسرائيلي لنقل وجهة النظر الفلسطينية والتي في جميع الأوقات مصر بتدعم هذه المطالب بتدعم وجهة النظر الفلسطينية لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في فك الحصار ووقف العدوان ونزيف الدماء لأشقانة في غزة طيب سيد ربزي رباح من رام الله تواجه لك بنفس السؤال ما هي السيناريوهات المحتملة للتوصل إلى اتفاق هدنة أو وقف لإطلاق النار يعني بصراحة إن لم تضع الدول العربية وزنها في الضغط الدولي والتحرك الدولي لضغط على إسرائيل إسرائيل تتهرب وهي التي ترفض وقف إطلاق النار وترفض وقف العدوان بكل أشكاله وعمليات القتل والتدمير واستهداف المستشفيات والمدارس والبناء التحتية وتحويل حياة الناس المواطنين في غزة إلى جحيم أعتقد وهي التي ترفض فتح المعابر وهي التي تتعامل بعيدائية كاملة مع الشعب الفلسطيني وحقوق إسرائيل هي التي بدأت بالعدوان قبل 17 يوما مارست عدوانها في الضفة في القدس والخليل قبل أن تنتقل إلى غزة إسرائيل يجب أن تدان على عنوان عدوانها ويجب أن يمارس الضغط عليها هناك مطالبات بإدانة إسرائيل وتقديمها إلى المحاكمات الجنائية أشكرك سيد رمزي عذر المقاطع على المتبقى الوقت الكافي السيد رمزي رباه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية كنت معنا من رمالة وأيضا شكر موصولي السيد أحمد إبراهيم مساعد مدير المخابرة العسكرية المصرية السابق ومشاهدنا الكرام ملفات متواصل معكم من الغد العربي من لندن وفيه بعد قليل واشنطن بين متناقضين تنديد بقصف المدنيين بغزة وإمداد لإسرائيل بالسلاح